اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تؤمن بالدور الهام للشباب البحريني في الإسهام بدفع مسيرة تقدمها وتحقيق رؤاها المستقبلية في التنمية وأشار سموه إلى الاهتمام الكبير من قبل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وإخوانه أصحاب الجلالة والفخمة والسمو قادة ورؤساء الدول العربية بالشباب العربي لبناء فهم ووعي حقيقي لدى الشباب على نحو يعزز من دورهم في الارتقاء بمختلف القطاعات وتمكينهم ليكونوا قادة المستقبل وشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في تصريح لسموه بمناسبة يوم الشباب العربي الذي يصادف الخامس من يوليو من كل عام إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في دعم الشباب البحريني من خلال جعلهم أولوية في برنامج الحكومة والحرص على إطلاق وتنفيذ برامج وطنية تخلق جيلا شبابيا يتسلح بالخبرات والمهارات اللازمة مهيئا للمشاركة الفاعلة في استدامة مسيرة التنمية الشاملة في شتى القطاعات ووضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن مملكة البحرين تمتلك رؤية واضحة للمستقبل طويلة الأمد وتسير وفق منهجية متميزة تعتمد على الشباب في تحقيقها باعتبارهم الأقدر على توصيف المستقبل برؤيتهم وفكرهم والارتقاء بالمملكة عبر مشروعاتهم المختلفة وسعي دائما إلى بث روح الأمل والإصرار في نفوس الشباب وتسهيل كافة الفرص لهم للمشاركة الإيجابية في رسم ملامح المستقبل والتأكيد على أن صوتهم مسموع ورأيهم مأخوذ به في كافة المجالات الأمر الذي يمنح الشباب ثقة كبيرة في أنفسهم والمضيق قدما في مسيرة البناء والتطوير وعرب اسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن فخره واعتزازه بالشباب البحريني المعطاء الحريص على إعلاء شأن المملكة في مختلف المجالات والساعي إلى تحقيق الإنجازات ورفع اسم وعلم المملكة عاليا في مختلف المحافل موجها الشباب البحريني إلى اقتناص واستغلال الفرص المتاحة أمامهم لمواصلة طريق الإنجازات والعمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم في مختلف المجالات ليكونوا نموذجا شبابيا عربيا يحتذا به ونوها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالجهود المتميزة التي تبدلها الدول العربية الشقيقة والفرص التي توفرها جامعة الدول العربية لشباب البحريني والعربي لتفعيل آليات التعاون المشترك وتعزيزها باعتبارها تشكل إطارا عربيا جامعا يعبر عن تطلعات الدول العربية نحو تمكين شبابها شكرا